تحت شعار التراث والمستقبل وبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كشف سعادة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث عن تفاصيل أيام الشارقة التراثية التي ستعقد شهر مارس المقبل تحت شعار التراث والمستقبل أماط معهد الشارقة للتراث خلال مؤتمر صحفي اللي ثام عن تفاصيل أيام الشارقة التراثية في نسختها التاسعة عشرة والتي ستحول قلب الشارقة النابض بالتراث لساحة يتم فيها التقاء ثقافات الشعوب وتراثها بالإضافة إلى مواقع أخرى موزعة في ربوع الإمارة تم تطوير البنية التحتية في أيام الشارقة التراثية من خلال تطوير أماكن البيئات وأيضا من خلال عمل برامج وتواصل بين أيام الشارقة التراثية في الشارقة والمناطق الأخرى الأربع التي سوف تكون في خرفكان وكلبة ودبل حصن والذيد والحمرية إن شاء الله وخلال المؤتمر الصحفي تم الكشف عن عدد الدول المشاركة في الأيام وهي 33 دولة فيما ستحل جمهورية أرمينيا ضيف شرف على هذه النسخة أما الضيف المميز فهو جمهورية إندونوسيا لما تمتلكانه من مخزون ثقافي وتراثي غني ومتنوع ستتنوع البرامج المطروحة في هذه الدورة من برامج ثقافية وأكاديمية وبرامج الترفيهية بالإضافة إلى فرق الفنون الشعبية التي ستقدم مجموع من العروض في منطقة قلب الشارقة بالإضافة إلى مسرح الجاليات دورة هذا العام المنطلقة خلال الفترة من العاشر إلى الثامن والعشرين من شهر مارس المقبل ستحظى بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى 12 منظمة دولية كما ستحظى الأيام بتقطية إعلامية متكاملة للفعاليات طوال أيام المهرجان من خلال كافة قنوات وإذاعات ومنصات الهيئة خاصة وأن الأيام التراثية نجحت مع مرور الأعوام عليها في أن تضع بصمتها الحافلة في سجل فعاليات الشارقة هذا الحدث وهي الفعالية تعتبر من أهم الفعاليات على أجندة فعاليات إمارة الشارقة تتميز إمارة الشارقة بطابعها الثقافي والتراثي ودائما نحرص أن نحافظ على هذا الموروث ونروج نحن في هيئة الماء التجاري والسياحي عن هذا الجانب بشكل كبير وإمارة الشارقة تتميز في هذا الجانب إن الدعم المتواصل لغرفة التجارة وصناعة الشارقة لهذه الظاهرة الثقافية المتميزة من أيام الشارقة التراثية يأتي في إطار مسؤولية المجتمعية في دعم مختلف الفعاليات الثقافية والتراثية في الإمارة لتحقيق المساهمة الفاعلة في صون التراث الذي يعتبر من أحد المقاومات الحضارية الإنسانية ومؤشرا على نهضة وتقدم الشعب والمجتمعات ولن تخلو الأيام من زخم الفعاليات المصاحبة كبطولة تحدي التبراء وحضور البيئات الأربع البحرية والبرية والبدوية والزراعية بجانب الأنشطة والعروض التي تأخذ الزوار لرحلة في الماضي الجميل إذن عشاق التراث على موعد في العاشر من مارس المقبل مع العديد من الفعاليات المتنوعة التي تحتضنها أيام الشارقة التراثية لأخبار الدار حمد الكندي منطقة قلب الشارقة ترجمة نانسي قنقر